احتفلت مؤسسة صناع الحياة بتخريج أولى دفعتها من برنامج قدوة بمشاركة عدد من شباب مصر في مختلف المحافظات وجاء ذلك تحت ميزلط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة عدد من شباب مصر من مختلف المحافظات احتفلت مؤسسة صناع الحياة إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج قدوة والذي يهدف إلى تشجيع الطلاب على التطوع احنا النهاردة جايين بنعمل حفلة تخريج مشروع قدوة الشباب بتوع مشروع قدوة ودول ببساطة شديدة دول الشباب اللي احنا بنشجعهم على التطوع في المدارس وفي المحافظات احنا اشتغلنا السنة دي على 20 محافظة العشرين محافظة جذبنا 4000 طالب ما بين المرحلة السنوية والإعدادية الـ 4000 دول اللي استمروا معنا حوالي 1020 ودول اللي احنا جايين نخرجهم النهاردة الفكرة جات لنا ان احنا كنا شوفنا ان السن من سنة 12 للـ 18 سنة ده سنة مهم جدا لو زرعنا جوه الشاب في السنة ده فكرة تطوع هو هيستمر فيه في زي لايف ستايل مدى الحياة فاحنا قررنا ان احنا نعمل المشروع ونجيب الشباب ده معنا في الصيف عشان يقضي وقت فارغوا معنا في حاجة مفيدة وفي نفس الوقت والأهم من ده كله عشان نعلمه حكتين مهمين جدا ان هو يفكر بصيغة نحنه لان السنة ده شوية بيقول انا 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 فاحنا عايزون يفكر بصيغة نحنه وفي نفس الوقت يبقى كمان منتج وخلال حفل التخرج عرض شباب برنامج قدوة مجموعة من المبادرات التي تهدف الى تقديم خدمات مجتمعية للمواطنين مشروع قدوة بيهدف ان الطلبة هي اللي بتخلق مبادرات بتفيد الدولة يعني في جمهورية عشرين تلاتين المبادرة دي بتتكلم عن ان في ناس كتير مش عندهم حب الكراءة او في ناس كتير مهتمة بالكراءة بس عشان اسعار الغالية لكتوف فاحنا عندنا المبادرة دي بتعتمد على التبرع والتبادل البرنامج يستهدف طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في العمل الميداني التطوعية لاستثمار تقطهم وتوجيهها لمبادرة ايجابية لبناء المجتمع المصرية بالاضافة الى تنمية مبدأ الايجابية والانتمائي لغرز قيمة العمل التطوعي محمد الخطيب التلفزيون المصري